إعلام النظام متصلت على عمر أديب وبيهاجمه ودي جديدة بقى بصراحة المرة دي من خارج التلفزيون المرة دي من موقع الموقع حقيقة أنا مبسوط جداً من أبناء التلفزيون المصري بنات أو رجال أو ستات لأن أنا متابع من أول مبارح ماذا يفعل أبناء التلفزيون المصري في الرد على عمر أديب فيديوهات وهاشتاجات وتصريحات وكلها محترمة كلها فأحتحية لأبناء التلفزيون المصري واللي معرفش مين أبناء التلفزيون المصري يبقى معرفش يعنيه تلفزيون وكل القنوات اللي انتو شايفينها شغالة في مصر دي كلها من أبناء التلفزيون المصري أنا شخصياً من أبناء التلفزيون المصري صحيح اللي يشتغلوا هنا كلهم اللي همش علاقة بالتلفزيون المصري لكن ولا تعرفوا يعنيه تلفزيون أصلاً لكن أنا واحد من ناس اشتغلت في تلفزيون مصري أنا واحد من ناس شفت في تلفزيون مصري ده منترين على أعلى مستوى في الدنيا وبشتغلوا بأجهزة مهكعة أنا شفت ناس بتطلع هوى بالساعات من التلفزيون المصري بدون أي إرهاق ودي مهمة صعبة جداً بالساعات أنا طلعت من التلفزيون المصري أنا محمد ناصر تلفزيون المصري مرة خمس ساعات هوى في حفل الموسيقى العالمية كان في الأوبرا خمس ساعات على الهوى ولا تحس بأي حاجة لأنهم احترفين جداً التلفزيون المصري فيه أعظم مهندسين صوت ما تشوفهمش في حياتك منهم الأستاذ الكبير زكريا عامر واللي ما يعرفش مين زكريا عامر يبقى ما يعرفش يعني إيه الصوت زكريا عامر ده واحد من عبقرة الصوت في تاريخ التلفزيون المصري زكريا عامر ده عشان بس تعرف ده مين ده مهندس الصوت اللي سجل أغلب أغاني مكلسوم مكلسوم بعد الحفلة كانت تروح تسجل الأغنية في الإزاعة في استوديو ستة واربعين واربع واربعين ده كان بيسجلها زكريا عامر وعشان تعرف أكتر يعني إيه بتسجل لأم مكلسوم ورياض الصنباطي يعني لازم تكون بيرفكت زكريا عامر ده حضرات هو اللي سجل أغنية أغنية السنفونية المقدسة لأم مكلسوم هتقولي دي اين مشكلة يعني لا فيها مشكلة فأغنية السنفونية المقدسة لأم مكلسوم في بداية الأغنية كده فيه كراء الأطفال وفيه مؤزنين بيأزنوا الأزان السلطاني وطبع الناس كتيرا ما تعرفش يعنيه الأزان السلطاني الأزان السلطاني ده يا حضرات أيام السلطانة العثمانية كان المؤزنين شيخ كبير شيخ الطريقة شيخ المهنة ده يقف على المأزنة المسجد الرئيسي ويبدأ الله أكبر ويتم توزيع الباقي المؤزنين على المساجد الأخر يقول الله أكبر دول يرددوا وراء واحد وراء الثاني الله أكبر حي على الصلاة دول يرددوا واحد تاني وأكذا إلى نهاية الأدانة زكريا عامر عمل نفس السيستم ده مع رياض الصنباطي وأم كلسوم وتم استحضار مجموعة من المؤزنين ووضعهم زكريا عامر في جانبات الستوديو ولذلك أم كلسوم ما غنيتش السنفرين المقدسة دي في حفلة لكن تسمع بقى التسجيل تسقف لزكريا عامر ده واحد من أبناء التلفزيون أول الله العظيم أقول لك إيه عن رجالة مسبيره اللي خلوك إعلامي درس قاسي من مزعين التلفزيون لعمر قديم ده لو كان إعلامي أصلا ده لو كان إعلامي أصلا معتزة مهابة قالت له اللي ما يعرفش وإيه العدس أما دعاء فقالت له ليه يعرف ماذا يقال عنه ما يعرفش عمر بيتقال عنه إيه مسبيره الأصل ولو أكلنا منجو على الهوى نشتريها من جيوبنا طبعا بيكلموا على الفيديو المشهور لعمر أديب وبيأكل منجو على الهوى وليس من هيئة الترفيه السعودية راضي قال له مش هتفرق معاك عندك كفيل بيصرف عليك ملايين هاجم عدد كبير من المزيعين والمعدين والعملين في مهمة التلفزيون قال إعلامي عمر أديب منت طهرت السطر بعد أن أعلى إلى آخر كان إعلامي عمر أديب تحدث عن نقل موفقته على نقل مسبيره المزيع معتزة مهابة هجمت عمر أديب وقيته اللي ما عندهوش مبدأ وماهر في تغيير جلده هيقدر يعرف إزاي قيمة التاريخ هيقدر يفهم إزاي معنى الانتماء هيقرر يعمل إزاي دول اللي بيقعوا نفسهم على الهوى اللي بيقعوا نفسهم اللي بيطفع أكتر فما بالك لو تاريخ بلده مصر بتشتكيكم كل يوم لربنا وأضافت معتزة مهابة قرنه ما بين أخلاق المجتمع ووعيه وسقفته لما كان مسبيره هو الإعلام وبين دلوقتي بس اللي ما يعرفشه العدس أما أحمد راضي المعد بقناة النيل الثقافية قال لعمر قديم مش هتفرم معاك في حاجة أنت في كل أحوال عندك كفيل بيصرف عليك ملايين فاطمة رؤوف المحررة بالموقع الموحد إلكتروني قالت نصيحة الواجه الله لو مش من أبناء مسبيره ولا اشتغلت فيه ولا تعرف حاجة عنه يبقى أفر رأيك مشكلة نقل أو مش نقل مسبيره عشان هيبقى شكلك مش تمام وإنت بتتهزأ من كل اللي تربى في مسبيره وعرف تاريخه دعاء المحلاوي بالقناة الفضل المصرية قالت له هل يعلم عمر قديم وأمثاله بيتقال عليهم إيه كيف هي بقى كلام عن مسبيره وعدم نجاحه المعتعمد يا رب محتاجين تدخل إلهي ودشن العاملين في مسبيره هاشتاج اسمه أطلقوا عليه مسبيره الأصل أنا مش عايز أجيب مصطفى بكري لأن مصطفى بكري مالوش أي 30 لازمة أصلا يعني في القصة دي لكن اللي هقول لكم كله يعني أنه مسبيره تم قتله بالعامد دي مؤمرة عملت على مسبيره من رجال الجيش ومن أيضا رجال الأعمال ومن المخابرات العسكرية لصالح فئة معادة وده التليفزيون المصري كان بيطلع مزعين لكن بعد ما اتنقلت السيادة بفعل فاعل من الجيش إلى القنوات الأخرى بقى المزعين دلوقتي مين يوسف الحسيني وأحمد موسى انت متخيل ناشئة لديه مزيع انت متخيل ناشئة لديه مزيع انت متخيل أحمد موسى مزيع لكم الله والله أما بقى بالنسبة لعمر اللي قالك باع أو بي بي سي ففيه واحد كتاب لك بوست عمر عرفك يعني إيه البي بي سي وازي لنا ما تبعتش موسى موسى موسى